اشتركوا في القناة من اسفل الاصيص فاللي راح اسويها الحين اني راح انقلها في هذي الاصيص اللي هو 150 لتر كوكوبيت وفيرلايت مع شوية من الالف الف او البرسيم او حسب التسمية عندكم راح انقلها وراح نخليها في هذي الاصيص طوال الموسم ان شاء الله وراح نشوف الحجم اللي توصل له وفي خطوة ثانية راح اسويها بعد ما انقلها في هذي الاصيص موسيقى 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 الخطوة اللي راح اسويها الحين اني راح اغرص هذي العصي الثلاثة في زوايا الاصيص راح اوزعها على اساس لما تكبر النبتة انا قدر راح الاغصان تصير طويلة وتصير ثقيلة بالثمر بالذات واحتمال انها تنكسر فضروري انها بعدين نربطها على اساس انها نقدر نسند للشيارة ونلم شجيرة الفلفل على داخل شوي عشان الاغصان ما تكسر عندي وتستحمل الوزن اللي راح يصير فراح ازيل هذي وراح اغرصها في الاطراف هذي الشكل وبعدين مع الواكت راح نربط خيوط على اساس انه نقدر ننم اللاغصان داخل هذي العصي ان شاء الله مع الواكت اتوقع ان بالذات مع اقتراب الربيع راح ان شاء الله احط طبقة من المهاد او التبن او القش كملش على سطح التربة عساس بس انه شوي احميها من تبخر الرطوبة الزايدة لانه جذورها راح تمد ان شاء الله في هذه الاصيص وراح تبتدي تسحب رطوبة اكثر فعساس نحميها ونوفر لها الفرصة الاحسن راح احط طبقة من المهاد عندي طبقة هني يعني عندي مسام تقريبا بوصة اقدر انزل مهاد عساس اخفف التبخر عندي في التربة راح ان شاء الله نواصل متابعة هذه الفلفلة وتطور نموها مع بعض ان شاء الله ونشوف اش كبر ممكن تصير والثمر اللي ممكن تعطينا فتابعوا هذه السلسلة واللي عندها اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلاتكم اباسرعواك ممكن في امان الله